بسم الله دلوقتي لما انت بيك تصور صورة من خلال التطبيب بتاع الفيسبوك دول مثلا انا عايزي تصور صورة عشان ابعتها حد فبيديك انت حط شكل معي الصورة انت بتصورها ده اللي احنا هنتعلم ازاي نعمل دلوقتي تمام بس اللي الصورة العادية بشي الـ 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 فهاجي ان اقول له صورة فهو كل ما تصور صورة هتحط لك الشكل اللي انت عايزه بقول له جت ستارت فبيقول لي حد الصورة بقول له مثلا نختار صورة زي ديت مثلا بحيث ان كل حد يصور هتطلع له الصورة ديت وحيث طلب ايه خبال بقول له انت عايزها ما ايه فابقال له مثلا واحد 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 اا اا اكتف و لا 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 الكلمة اللي تساعد الناس لو بتميثل عشو تطلى معهم فهيقول له مثلا اي جي معرفش اي جي دي بس هي قسفة دماغ كده وبعد كده اقول له نكست فبيقول لي افكت باي مين اللي عمل ديت دي اسم الصفحات اللي انا مسكها فبيختار اسمي بحيس ان كتب اسمي الامر اول اللي عملها بقول له اوكي هتطلع بالشكل دوت طبعا هم هيرجعوها الاول قبل ما يقول لك ويعرفك ازا كم في حد اشترك فيه ولا بقول لي بقى ابدأ شوفها هتبعا عملت زي عن الموبايل هتظهر عندي عن الموبايل بتاعي لو جيتنا في منيج اي بدا يجيب لي الحيط اللي انا عملتها في واحد اكتف هيت اي بالشكل دوت ده شكل اللي بابنا ثلاثة الابعاد كانوا معمول بالبيم يعني وكل من البيم عربية موجودة وانت تصور صورة تحطوها لك شخصيا بتظهر بالشكل دوت وبرضو انت بتصور لو ميالت الموبايل هتظهر بعك بالشكل دوت دي الربط بتاعها دي كانت حاجة تجربة يعني فمش مهتم ان انا انشرها إلى طفل المبايل الاستخدام كل من اسم تستطيع إخذها ونبهب بسم بلد معين وماذا وانت في اي بقية واستعمالها اكتف خليها ان اكتف شكرا